موسيقى سدد جلال كشك طعنات شديدة لقلب ثورة يوليو المخابرات الأمريكية دعمت تنظيم الضباط الأحرار قبل وبعد الانقلاب العسكري وكانت حليفهم السياسية الأول كتاب اللي بيستشهد به بتاع مايلز كوبلان رجل من الـ CIA كتب كتاب أهداه لزميل من زملائنا في قيادة الثورة زكريا محيدين لأن الملك أول من استنجد استنجد بالأمريكا وأنتم أيضا سعيتم للالتقاء مع السفر البريطاني على طول طبعا علشان نوضح وندي نوعا من التأمين ونوعا من الاستقرار أننا لا نبغي إلا أننا نحرر البلد من الفساد ونبني بلدنا بعد الحرب العالمية الثانية وجدت المخابرات الأمريكية أن مصر مقبلة على ثورة يبدأ عام 1946 بمظاهرات حاشدة وصخط شعبي عارم خاصة وسط القطاعات الطلابية والعمالية وبدأ به إيه؟ الهتاف بسقوط فاروق بالإسم لأول مرة في تقرير كتبوا القائم بأعمال السفارة الأمريكية في لندن قبل ضابط بريطاني جاي من قناة السويس يقضي أجاست الكريسمس قاله إيه الأحوال في مصر فالرد عليه الراجل قاله الأحوال في مصر جريم يعني زفت قاله إيه؟ قاله التفاوت الطبق الموجود والفقر مش عارف إيه والفساد الإداري والحكومي والبلد مقبلة على ثورة والراجل القائم بالأعمال ده رح كتب المعلومات دي وعنوان بقى التقرير إيه؟ إيجيبت إن ريفليوشن مصر فيه ثورة وتوقعت المقابرات الأمريكية أن تكون هذه الثورة إما ثورة إسلامية يقودها الإخوان المسلمون لذلك تم قتل مرشد الجماعة حسن البنة ولم تكد السيارة تتحرك حتى هاجمها ثلاثة أشخاص بالمسدسات وإما تكون ثورة شيوعية تابعة للاتحاد السوفيتي روسيا لأن ثمة وثيقة حصيت عليها أثارة اهتمامي جدا وجاء فيها أن الشيوعية المصرية المعروف حسن العرابي زار موسكو في عام 22 من القرن الماضي لحضور المؤتمر الرابع للكومنترن وهناك اطلع على موضوعات برنامج وتكتيك الحزب الشيوعي المصري التي أعدها المستشرق السوفيتي المعروف تريانوفسكي عضو مكتب الدراسات الشرقية في الكومنترن تؤكد تلك الوثيقة على وأقتبس الآن بالحرف ضرورة أن ترسى في مصر قاعدة للنشاط الشيوعي لا في الشرق العربي وحسب بل في الشرق الأوسط بأسره نجد أن الجميع أدركوا أن مصر مقبلة على ثورة شيوعية فنجد في مذكرات كريم هابت مستشار الملك فاروق صفحة 385 في الجزء الثاني تحت عنوان الثورة التي كان يخشاها فاروق يقول إيه؟ كان فاروق الملك فاروق عند تحدثه عن الثورة يعني ثورة يدبرها الشيعيون الملك فاروق دايما كان يقول الشيعيون هيعملوا ثورة ليشعلوا نارها في الوقت الملائم بغيققل بنظام الحكم في مصر فقد كان الخطر الوحيد الذي يخشاه ويحسب حسابه الملك يعني هو الخطر الشيوعي فأرسلت المقابرات الأمريكية مجموعة من ضباطها إلى القاهرة التقوا به الملك فاروق واقترحوا عليه عدة أمور لإجهاد الثورة الشيوعية المحتملة منها إصدار قانون الإصلاح الزراعي ومصادرة أراضي كبار الملاك ورد هذا بالتفصيل في الوثائق الأمريكية المنشورة في كتاب العلاقات المصرية الأمريكية ونجد آخر وزير داخلية في عهد الملك فاروق أحمد مرتضى المراغي يذكر في مذكراته حوارا دار بينه وبين ضابط المخابرات الأمريكي في القاهرة كيرميت روسفل فيقول وزير الداخلية أن ضابط المخابرات الأمريكي قال له أن المسؤولين الأمريكان يرغبون في مساعدة مصر ولكن بشروط يجب تقليل الفوارق بين الطبقات بتوزيع جزء من الملكيات الكبيرة على صغار الفلاحية وقيام إصلاح زراعي شامل الكلام اللي نفذه جمال عبد الناصر بعد ذلك فزير داخلية يقول أنا سألته هل تكلمت مع الملك فاروق في ذلك فروسفلد قال له أيوة تكلمت ولكن لم أتلقى ردا شافية وصرف الموضوع إلى موضيع أخرى وطبعا بيقول طلب أيضا بيقول أنا طلبت روسفلد يعني طلب القضاء على فساد الأحزاب والحقيقة كان الإنجليز بينبهوه لده وأيضا كانوا الأمريكان بينبهوه لكن هو يعني ولم يدرك عند مرحلة معينة أن فيه قرارات مهمة ومصيرية كان علي أن ياخدها ثم طلبت أمريكا من الملك فاروق أن يدخل معها في حلف عسكري ضد روسيا ولكن الملك رفض أيضا كانت أمريكا بتفكر تعمل حلف لمحاصر في الاتحاد سوفيت من الجنوب بعد حفل أطلنطي اللي عموه في تسعة واربعين يضم تركيا وبلد عربي فبيدرسوا بقى الأحوال في مصر هل ممكن مصر تصلح تبقى عضو في هذا الحلف فالتقرير بقى اللي قاعدوا في البيط لابد يدرسوه قالوا لا البلد غير مستقرة والبلد غير مستقرة ولا أم لها عشان تبقى عضو في هذا الحلف أبداً تبقى عضو في أحد أماكن بين الأنسان والرسيا هل تكون مختلفة؟ نحن 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 مختلفة في هاتف الثلاثة الوليات في هاتف الثلاثة الوليات نحن نحن ندفع المكتب للجميع لنا مملكات الأنسان في هاتف الثلاثة الوليات فعلنا نفس الشيء لا أجد أي شيء بالضبط لأي مدرسة الوليات ثم عادت أمريكا تطلب من الملك فاروق أن يرسل قوات مصرية إلى كوريا الشمالية قي قاتل الروس والصينيين هناك ولكنه رفض أيضا سبب رفض الملك فاروق لطلبات أمريكا هو أنه كان يعتبر أن الجيش الإنجليزي في مصر هو الذي سيحمي عرشه من أي انقلاب أو أي ثورة مقبلة أو ثورة شهية أو ثورة إسلامية وبالتالي لا حاجة لأنه يستجيب لطلبات أمريكا وهي البلد البعيدة جدا عن مصر طبعا رؤية الملك فاروق كانت تتعارض مع المصالح الأمريكية لأنها كانت تريه إخراج الاحتلال البريطاني من مصر ودخول الاحتلال الأمريكي كيف كان السوفيت ينظر إلى دور عبد الناصر وكيف كنت أنت تنظر إلى دور عبد الناصر وعملية إنهاء الاستعمار القديم والمجيء بوجوه جديدة للإمبراطورية التي بدأت تنمو وهي الولايات المتحدة الأمريكية الخلاف الأساسي سيكون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاستعمار القديم وأن الأمريكان يريدوا أن يرثوا الاستعمار القديم وعلى ذلك دي قراءة أعتقد قد صحيحة تماما في تلك آه أنا أقولك صحيحة فعلا يعني وعشان يعملوا كده لازم يتخلصوا من رؤساء الدول اللي كانت خاضعة للاستعمار وعلى ذلك الملك فاروق يعني كان بالعكس يعني هم كانوا شوية بيساعدوا الثورة إلى حد ما وهنا بدأ مسلسل الإنقلبات الذي قيل أن المخابرات الأمريكية كانت تدعم وهنا بدأ ضباط المخاورات الأمريكية البحث عن تنظيم يخلع لهم الملك فاروق وقع اختيارهم على تنظيم الضباط الأحرار الذي يقوده جمال عبد الناصر كان هناك أكثر من تنظيم لماذا اختاروا جمال عبد الناصر تحديدا هذا ما يجيب عنه ضابط المخاورات الأمريكية مايلز كوبلان في كتابه لعبة الأمم بيقول سألنا أنفسنا هل جمال عبد الناصر يصلح يكون عميل للبخابرات الأمريكية أم لا أم ستمرد ويخونا فلما بحثنا شخصيته وضعنا سؤالا محددا إذا تعارضت مصلحة مصر مع مصلحة جمال عبد الناصر فأي ما سيفضل فكان خبراءنا توقعوا أن جمال عبد الناصر مستعد يدمر مصر من أجل شخصه ومن أجل مصلحته الشخصية فقررنا أن هذا هو العميل المطلوب تعالوا نشوف عدد الدعوة زي ما قلتلكم غير شرعي في نص المقال بيقول إيه ولقد ابتدعت الولايات المتحدة الأمريكية أسلوبا إجراميا للمجيء بهؤلاء الحكام هو أسلوب لانقلابات العسكري التي كان أخطرها على الإطلاق انقلاب 23 يوليو 52 الذي سمته المخابرات الأمريكي على لسان رجلها مايلز كوبلان العملية الكبرى ولقد جاء هذا الانقلاب بالنموذج الكامل لشخصية الحاكم العميل على عبد الناصر ومش عبد الناصر بقى لا دانا اللي أعلنت صورة 23 يوليو كيف بدأت العلاقات السرية بين المخابرات الأمريكية والضابط جمال عبد الناصر في الوثائق الأمريكية في كتاب العلاقات المصرية الأمريكية انه جمال عبد الناصر كان ساكن بجوار ضابط المخابرات الأمريكي ليكلاند فبيقولي بقى مؤلف الكتاب في هذه الأثناء عين ليكلاند خضابة اتصال بين الضباط الأحرار والصفارة الأمريكية في الشهور التي سبقت الانقلاب وبعدين بيقول ليكلاند استطاع ان يتصادق بسهولة مع الضباط الأحرار وخاصة ان عبد الناصر الذي كان بالصدفة المؤيتية جاره نجد ايضا رسالة مصطفى امين لجمال عبد الناصر التي اشارنا اليها قبلا صفحة 213 بيقول ان ضابط المخابرات الأمريكي ما كانوا اكثر من ضابط كيرميت روسفيلد التقى في القاهرة عام 1944 فبيقولي مصطفى امين وانني اذكروا لسيادتكم لجمال عبد الناصر انني التقيت بميستر كيم روسفيلد وميستر ارشي روسفيلد اخوه عام 1944 في مكتبي في مجلة الاثنين التي كنت ارأس تحررة والذي قدمني لهما هو الدكتور فؤاد صروف عميد الجامعة الامريكية في ذلك الوقت يعني يخلي بالكم الجامعات الاجنبية في البلاد الاسلامية والمدارس الاجنبية هذه دور مخابرات في الاخر وبتساهل مهم المخابرات وكذاك الشركات الاجنبية مصطفى امين وكان شغال عنده في ذلك الوقت الصحفي حسنين هيكل ومحمد حسين هيكل كان مراسل حربي في فلسطين حرب فلسطين 1948 والتقى هناك بالضابط جمال عبد الناصر وكان شغال عند مصطفى امين وبدأ يلتقي بضباط المخابرات الامريكية وهو انا في يقيني انه كان احد الواسطة بين جمال عبد الناصر والمخابرات الامريكية لماذا؟ لانه هيكل كان احد المطلعين على موعد انقلاب ضد الملك فاروق يعني عبد الناصر يصق فيه جدا فنجد ان هيك هتحدث عن نفسي في صفحة 52 من كتابه بين الصحافة والسياسة بيقول ايه؟ باختصار مرة ثالثة يعني ما قلناشا التفاصيل السابق في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الانقلاب 23 يوليو كنت في مقر هيئة اركان حرب الجيش وكان قد اصبح مقر لقيادة الحرقة الجديدة قام بها مجموعة من الضباط الشباية يعني الضباط راحوا استولوا على مقر القيادة الساعة 2 بال12 بالليل هيك الرحلون بساعة 2 ونقص كموجود يبا جمال عبد الناصر اتى به فهيكا لمقلناش من القلب لكن هيكا كان على تواصل بالمخابرات الامريكية خالد محميد الديني ان شفت كتابه الاخير يمكن اعترف اعترف ان جمال عبد الناصر ابلغهم انه اتصل بالامريكان وانه ما يخافوش لما كان سروة عكاشا بيخاف ويوسف صديق خافوش الامريكان حيقيدوه ده في صورة يوليو الامريكي قبل الثورة ما تقوم وتم رسم خطة الانقلاب بين ضباط المخابرات الامريكية وجمال عبد الناصر وتقوم الخطة على ان يقوم جمال عبد الناصر والعدد الصغير من الضباط الذين معه بالاستلاء على مقر قيادة الجيش والسيطرة على الاذاع واعلام بيان الانقلاب بينما تقوم المخابرات الامريكية بمطالبة الملك فاروق بالتنازل على العرش ومنع الجيش البريطاني من التدخل لانقاذ الملك فاروق وهو ما تم تنفيذه فعلاً صبيحة يوم الثالث والعشرين من يوليو أصبحت مصر تحت سيطرة هؤلاء الضباط افتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم وتأمر الخوانة على الجيش وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميه وتولى أمرنا داخل الجيش إجال ناشط في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم مجموعة صغيرة جداً من الضباط ما كانوش حتى لا أغلبية الضباط الجيش ولا نسبة تذكر منهم يعني اللي عملوا الانقلاب كل التنظيم على بعضه اللي شاركوا في الانقلاب واللي مشاركوش عشان كانت وحدتهم بعيدة أقل من 8% من الضباط الجيش ومش من الروتاب الكبير الضباط اللي كانوا موجودين سنة 52 يوم 22 يوليو زي النهاردة من أجل القيام بالثورة كانوا حوالي 90 زابط لو كنا نقعد نحسب العملية بورا وألم فكنا نجد أن النجاح يمكن احتماله ضعيف لم تكن القوات البريطانية على بعد كبير من القاهرة ألم يدور في خلدكم أيضاً وفي مخططاتكم في ذلك الوقت احتمالات تدخل القوات البريطانية لحماية عرش الملك وهو كان حليف لهم طبعاً ده كان أمر واد وكان يعني محتوط له الاحتياطات اللي في قدرتنا إحنا قمنا بالثورة وكان 80 ألف أسكاري إنجليزي موجودين في قناة قال إحنا قم بالثورة وال80 ألف أسكاري موجودين يعني زحفوا القاهرة نعمل إيه وإحنا حطينا بقى قوات على طريق السويس وطريقة الإسمائلية ومش عارف إيه واتفقنا مع الإخوان يعني عشان كمقاومة شعبية وهنا نجد إن الجيش البريطاني تحرك بالفعل نحو القاهرة يقول الضابط عبد المنعم أمين وهذا كان قائد المدفعية خلال يوم الانقلاب نفسه الذي قاده جمال عبد النصر يقول في مذكراته التي رواها في كتاب الضباط الأحرار يتحدثون صفحة 80 بيقول إيه وقد تقدم الجيش الإنجليزي فأول خطوة له بعد الثورة عند الكيلو 65 على طريق السويس وكان يوما مرعبا لنا وبعدين بيكملوا بيقول إيه نحن بصراحة لم نكن نستطع أن نقف ضد الإنجليز لو تحركوا ما نقدرش نأفهم حتى لو قام الشعب معنا فالإنجليز قراروا أنهم بالفعل يروحوا ينقذوا الملك فاروق وبيكمل بقول إيه حينما حاولت إنجلترا التحرك حدثت مباحثات بين أمريكا وإنجلترا وأمريكا قالت لإنجلترا لا تتحركوا اتركوا هذه اللعبة دي بتاعتنا أنت جبت الكلام ده منين يا حج عبد المنم أمين قال والله مسؤول في السفارة البريطانية هو الذي روى لنا هذه الواقعة وفي الساعة ثلاثة بعد ما انتصف الليل كلفت من جمال عبد الناصر شخصيا بإعطاء رسالة مباشرة للسفير الأمريكي فاتصلت بالملحى الجوي الأمريكي ورحت له في البيت ليت صح مما يدل على إنه كان على علم بأن شيء ما حدث وسلمت الرسالة وبلغت الرسالة وقام وأنا أعد وأتصل بجيفرسون كافري في اسكندرية وبلغوا الرسالة كان هذا في ليلة الصور اعترف اللواء محمد نجي في مذكراته التي سماها كنت رئيسا لمصر اعترف بأن الرئيس الأمريكي هاريت رومان أنقذهم من تدخل الجيش البريطاني لصالح الملك وقال وعلمنا أن الملك اتصل بالسفير الأمريكي وطلب منه أن يبلغ الإنجليز أنه في حاجة إلى عونهم لكن السفير الأمريكي اعتذر بحجة عدم تدخل حكومته في الشؤون الداخلية فإذا بالملك يطلب منه احتلال القاهرة وضرب الإسكندرية بالأسطول وفي هذه المرة رفض طلبه تماما استنجد بالإنجليز الإنجليز ما كانش ردوه مناسب بالنسبة له فطلب من السفير كافري الأمريكي أنه يتدخل فأيضا كانت نصيحة كافري يرحل وإلا سيكون مصيره مصير لويس السادس عشر الملك عاود الاتصال بالإنجليز فاتصل برئيس الحكومة البريطانية يقول اللواء محمد نجيب قائد الانقلاب العسكري ده شاهد من طرف الضباط صفحة 122 ولم يأس الملك فاتصل بإيدن وقرر رئيس وزراء بريطانيا وقرر نفس الطلب أن الجيش البريطاني ينقذه فعارض إيدن الأمر على حكومته الحكومة البريطانية التي عرضتها على الرئيس الأمريكي ترومان الرئيس والمتحدة الأمريكية في ذلك الوقت الذي عارض بشدة أي تدخل في شؤون مصر الداخلية وأحبط محاولات الملك الأخيرة فالرئيس الأمريكي هو الذي أنقذ الضباط الأحرار وأنجح انقلابههم فاتصل بكافري سفير أمريكي وطلب طبعا التنازل لابنه فما الذي أوقف الجيش البريطاني ولم يكمل طريقه إلى القاهرة نجد الإجابة عند الصحفي مصطفى أمين رأي مالك مؤسسة أخبار اليوم الموجودة حاليا هذه وكان على صلب المخابرات الأمريكية وجمال عبد الناصر يقول مصطفى أمين بقى في هذه الرسالة بيقول إيه وعندما قامت بيقول لجمال عبد الناصر بخاطب جمال عبد الناصر من سجنه كتب له بيقول له إيه وعندما قامت الثورة أبلاغني ليكلاند ده ضابط في المخابرات الأمريكية وكان جار جمال عبد الناصر في السكن أخبرني إيه بيقول كلام وبعدين بيقول إيه أن الحكومة البريطانية قررت التدخل العسكري الإنجليزة يدخله ثوراً وتحرك الجيش البريطاني من فايد لقمع الثورة وأن ليكلاند هو الذي أعدى البرقية العنيفة التي على إطرها أبدت أمريكا اعترادها على التدخل العسكري البريطاني في مصر وهذه الرسالة نشرها الصحفي محمد حسين هيكل في كتابه هيكل بين الصحافة والسياسة صفحة 188 في كل الوساح يقول لك جارت اتصالات بين واشنطن ولندن فواشنطن قالت للندن لا تدد تخليه وتتم محاصرة الملك في قصر رأس التيم حيث كان يقضي مصيفه السنوي تمهيداً لخلعه عن العرش ثم نكتشف أن السفير الأمريكي كافري كان هو المهندس كل اللي بيحصل على السحة لدرجة أنه هو الذي رتب خروج الملك فاروق من مصر دون محاكمته يقول الملك فاروق في مذكراته وبعد مخرج من مصر كتب عيدة مقالات للصحف الإيطالية نشرت وترجمت ونشرتها المصر اليوم فيقول الملك فاروق إيه في تلك الأثناء كان السفير الأمريكي جيفيرسون كافري قد أرسل وفداً من البحرية إلى اللواء ناجي قائد الانقلاب العسكير في معسكر مصطفى باشا معسكر للجيش مع انظار شو بقى كلمة انظار؟ مع انظار بأن الولايات المتحدة تريد ضمان فوري أن حياة الأسرة الملكية والملك ليسوا معرضين للخطر في ذلك الوقت كان قوات الضباط الأحرار قوات الانقلاب تحاصر قصر الملك فاروق من الذي كان يحاصر قصر الملك كان ضابط من الإخوان المسلمين اسمه عبد المنعم رؤوف والأخ عبد المنعم عبد الرؤوف ده راح بالإيه بقوات الجيش عاوز يعتقل الملك ويحاكم وقامل إخوان المسلمين فرح مين اللي ظهر الأحداث؟ ظهر القنصر الأمريكي في اسكندراء وقال له قف انت بتعمل تامين ونفكر نفسك مين مصر دي مش بلاك ودي مستعمارة أمريكية فنجد شاهد عيان يروي هذه الواقعة اسمه المستشار سليمان حافر كان قاضي في مجلس الدولة وارسله الضباط الأحرار بالانضاء بأنه يكتب الاستقالة بتاع الملك فاروق اللي كتب الملك بعد ذلك ارسله إلى القصر اللي الملك محاصر فيه فكتب هو شهادته في مذكراته قال لي ايه؟ وصل المستر سبارك من السفارة الأمريكية وأخبرني في لهجة يخالطها كثير من الانفعال يعني قال له ازاي يعني؟ أن الجيش يحاول اقتحام قصر قصر الملك بالقوة وأن ذلك ليس في مصلحة أحد خلي بقى لك بيحذره فوعدي كده بيقول أنه يعني أفهمت أنه مليش دعوة لكن الكنس الأمريكي هو الذي أوقف ومنع القبض على الملك فاروق طبعا حصلت مفادات بين الضباط وبعضهم البعض بس في الآخر الكلمة من اللي بيحكم الأمريكان قاعدين بيحكموا في الأمر كان من ضمن الأمور ما قاله اللواء محمد نجيب في مذكراته سباحة 126 أنه اقتنع الملك طلب إيه بقى؟ أن السفير الأمريكي يكون حاضرا في مغادرته للبلاء بيقول الملواء محمد نجيب سباحة 126 في مذكراته واقتنع الملك دون نقاش طويل وطلب أن أكون أنا وأنت بيتكلم على الظبط الثاني يعني والسفير الأمريكي كافري في وداعة لذلك هنجد أن السفير الأمريكي حضر فالملو محمد نجيب بيقول بعد ذلك سباحة 127 ذهبت ووجدت علي ماهي الرئيس الوزراء في وداع الملك وكافري السفير الأمريكي واسماعيل شيرين وزير الحربية وبعد ضباط الحرس وفي ظاهرة السادس والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين تكون وثيقة تنازل عن العرش جديدة قد أعدت للمرة الثانية في حياة فاروق جمال سالم قال لا لازم نعدم الملك فطبعا رفضنا ورفضوا اللي موجودين فخد طيارة ونزل للقاهرة عشان يسأل اللي موجودين هل يعدم الملك ولا لا فطبعا قالوا لا يخرج وفعلا خرج يوم ستة عشرين يوليو وراح محمد نجيب لتوديعه فقال له انت سبقتوني رحل الملك فاروق حفيد صلالة محمد علي الألبانية التي أنشأت مصر الحديثة فعلى ما وصلنا على المرسى بتاعت أصر المنتزى فلاقينا المودعين في طريق عودتهم بعد ما ودعوا الملك وكان على رأسهم علي ماهر علي ماهر اللي هو كان رئيس الوزراء قال طب منتو فيه ما نجيب لنش وصلكه تروح جيه اللنش وطلعنا كلنا ركبنا في اللنش وطلع بينا على المركب لفينا حوالين المركب اتقدم محمد نجيب بسلم عليه معه على الرصيف من بعيد وأنا رايحة محروسة أنا الأول مستر كافر السفير مع وزير الدفاع كيف رأى السوفيت الصراع بين جمال عبد الماصر وبين محمد نجيب ده كان سؤال اللي هسألك عنه الواجب كيف كان ينظر السوفيت إلى هذا الصراع ده مهم جداً ليه؟ لأنهم كانوا بينظروا إلى جمال عبد الناصر كأنهم يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المرحلة في تلك المرحلة طب انطباعك انت كان ايه؟ انطباعي أنا حقول لهولك بمنتهى الأمانة دلوقتي ما فيش ما فيش انهيبشنس ما فيش حاجة يعني توقف هذا أنا عارف كويس قوي أن جمال عبد الناصر رجل وطني جداً ويعني ما كنتش أتصور بثاتاً للحظة أنه مع الولايات المتحدة الأمريكية ولكن النظرية نفسها كانت يعني نظرية معقولة قابلة للتصديق قابلة للتصديق فكنت بقول الله ايه تقني؟ طب دي نظرية إلى حد كبير معقولة جداً اللي هي؟ اللي هي أنه الأمريكا بتدخلص من الرؤساء الدول اللي كانوا مع السعمار وكذا عشان هي تخش برجالتهم برجالتهم اللي هما طبعاً هنا في مشهد الانقلاب يستوقفنا ثلاث مشاهد عجيبة جداً المشهد الأول أن قيد الانقلاب جمال عبد الناصر هذا تابع للمخابرات الأمريكية أما الضابط الذي حاصر مقر قيادة الجيش واستولى عليه فهو ضابط شيوعي اسمه يوسف صديق أما الضابط الذي كان يحاصر قصر الملك في الإسكندرية فهو ضابط من الإخوان المسلمين اسمه عبد المنعم عبد الرؤوف يعني الطورة شارك فيها سلاة والانقلاب شارك فيه سلاس أطراف المخابرات الأمريكية والشيوعيين والإخوان المسلمين لكن الأمريكان فازوا في النهاية قطع الإخوان أنهم سلموا قيادة الضباط الأحرار لجمال عبد الناصر ولم يجعلوا القائد واحدا منهم فأصبح قائد الإتوبيس تابع أمريكا يخدوا يمين يخدوا شمال مهمش يركب الإخوان المسلمين مش يعيين هؤلاء إيه دماء هنضحي به بعد نجاح الانقلاب نكتشف أن المخابرات الأمريكية أصبحت هي الحكومة الفعلية في مصر أولد كافري كانوا عليهم يقول عليهم ماي بويز كان كافري يتصرف بالحق أو بالباطل على أنه ذو نفوز في صفوف الثورة ويتحدث عننا قائلا ماي بويز كان بيقول يعني أنه بحكم العلاقة أنه بيتصرف معنا بيقول ماي بويز وأحنا أنا كنت ضد هذا الحب أول شيء اتخذوه الأمريكان للضباط الأحرار فكروا أنهم عام 1952 أنهم يحكمون مصر فقرروا تعيين عبد الرازق باشا السنهوري رئيسا للوزراء فرح السفير الأمريكي كافري عزلوا مسافير الأمريكي أرسل برقية لأمريكا بقراري هذا أبديت اعتراضا شخصيا على أن تضم الوزارة السنهوري لأنه موقع نداء استوكهولم للسلام أو الشيوعي براوي ده شخص تاني وقد احترم العسكريون جمال عبد ناصر والزباط ومحمد ناجيب كلهم سمعوا الكلام احترم العسكريون الاعتراضي وأبعدوا الاثنين هذه البرقية السفير الأمريكي مذكورة في كتاب ثورة 23 يولو الأمريكية للكاتب الصحفي محمد جلال كشك مذكرات خالد محيددين والتي صدرت تحت عنوان الآن أتكلم تكشف عن كواليس إدارة تلك الأزمة علي صبري جاء الاجتماع مع مجلس القيادة وكان بيتنا فيه بعدد من الوزراء وقال إنه السفارة الأمريكية عرفت بأن السنهوري حيبقى رئيس وزارة فده يعمل قلق الشديد جداً أنه السنهوري مضى بيان السلام بينصحه إنه عدم اختياره هيضيع المكاسب اللي كسبتها حركة الجيش في أمريكا في الغات اللحظة لم يكن هذا في رأي حضرتك نوع من التدخل الأمريكي في شؤون مصري هو التدخل بس يعني مش التدخل لوي يعني هون مصيحة النصيحة يأخذ بيه أو لا يأخذ لكن أخذ بيه بعد ذلك أمر الأمريكان الإنجليز بالخروج من مصر إليه ليس من مصر إحنا اللي هنحتل مصر المخطط السابق إنه يملأ الفراغ مكان الإنجليز وهذا ما قاله الضامة محمد نجيب اللي هو محمد نجيب في مدركة صفحة 294 بيقول إيه؟ ولم يكن أمام أونستون تشيرشر رئيس وزراء بريطانيين إلا أن يقبل الأمر الأمريكي ويسعى للتفاهم حول الجلال الأمريكان أكبرهم على الجلال ثم كان الهم الفوري إجلاء البريطانيين البكباش عبد الناصر يوقع اتفاقية الجلال طيب هنا البريطان السوفيت مع انتهاء فترة حكم نجيب في إبريل 54 وبداية حكم جمال عبد الناصر كانوا بيعتبروا مصر انتقلت من يد البريطانيين إلى يد الأمريكان فعلا طبعا كان النفوذ الأمريكي الإنجليزي بريطاني ولا والنفوذ الأمريكي لا يزال موجود أما بتطلع الإزاعة البريطانية وبتقول إن جمال عبد الناصر كلب مثلا زي ما قاله بينهم وانتوا أولاد ستين كلب أخذت مفاوضات الجلال تسير وكان الأمريكان إلى حد كبير جدا بيعاونوا في الضغط على بريطانيا لأسباب خاصة بسياسة أمريكا اللي كانت بترى إن بريطانيا كامبراطورية انتهى دورها بعد الحرب العالمية الأولى وبتضمى حل وإن هي التي أمريكا يعني اللي تحل محلها في هذه المناطق بأسلوب آخر في الأسلوب الاحتلال العسكري يمكن فبالأمريكان أخراجوا الإنجليز كان مخططهم إيه؟ أن يؤسسوا قاعدة عسكرية أمريكية في مصر تتسع لمليون جندي أمريكا نحن كم مخططة أمريكا نريد أن نصف قاعدة عسكرية في مصر ونحن نريد أن يكون إيجب نحن نستطيع ولكن تعرف نحن نستطيع نحن نستطيع نحن نستطيع نحن نستطيع نحن نستطيع 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 لكن لماذا صرفت أمريكا النظر عن إقامة قواعد عسكرية في مصر وإدخال مصر في حلف عسكري نجد أنه حدثت العديد من الأمور في أمريكا وروسيا لأنه في الآخر مصر مستعمرة بيتدار من الطرفين في عام 1953 قتل أو توفى رئيس الاتحاد السوفيتي استالين وتم تعيين خرشوف مكانه وكان أقل خطرا منه بكثير جدا أنا كنت صديق شخصي لخرشوف وكنت صديق للقيادات السوفيتية كلها وكانت السياسة الأمريكية الحقيقة أنه عشان يجذبوا جمال عبد الناصر عرضوا بناء السد العادي نعم في ذلك الوقت صح وعرضوا بناء السد العادي بعد صفقة الأسلحة نعم صح ولكن رجعوا تاني وطبعا حصلت ضجة في أمريكا أنصار إسرائيل الجنوب قالوا لأ دا حيزود القط واحنا بنزرع قط لأ دا النفوذ السوفيتي لأ دا مش هيقدر يدفع تمن السد لأ دا رهن خلاص الميزانية بتاعته لأسلحة يعني كان فيه كلام كتير جدا إيه اللي حزم الموضوع إنه وجه الكونجرس وقال دولاس وقال لأيزنهاور إحنا ما نتديش الفلوس أبدا لأثنين من المحايدين لإما ندي نساعد جمال عبد الناصر أو نساعد يوغ سربيا تيتو وكان القرار نساعد تيتو ومن هنا سحبوا عرض السد العالي وجد بقى اللي انت تعرفوا كوي السام لكن الفلاحين كانوا على موعد مع أخبار سعيدة بإصدار قانون الإصلاح الزراعي فكك الإصلاح الزراعي سلطة النظام القديم أيضا السفير الأمريكي في القاهرة أمر الضباط الأحرار أن يصدروا قانون الإصلاح الزراعي كي يعني يقضي على أي أمل الثورة الشعيعية في مصر السفير الأمريكي أيضا أرسل برقية إلى الخارجية الأمريكية منشورة في كتاب ثورة 23 يوليو الأمريكية نصوها من السفير الأمريكي في 20 أغسطس 1952 يعني بعد الانقلاب بشهر تقريبا فبقول بدعوة منهم من الضباط يعني تعشيت الليلة الماضية مع نجيب اللي وقى نجيب وتسعة من الضباط الأحرار نقشت معهم الإصلاح الزراعي وبيروي الوقاية بقول هم قالوا لا يمكن إعطاء حوالي 17 أو 18 مليون فلاح شرائح من الأرض الزراعية يعني 5 أريط 10 أريط لأنه الأرض تفتت من الأرض ثم ينتظرون أن ينتجوا شيئا له قيمة الانتاج الزراع هيبوز وهم يشعرون بالحرج لأنهم تحدثوا كثيرا عن الإصلاح الزراعي علنا نجيب شاهد عيان أيضا هو الضابط خالد محيد ديه في مذكراتي الآن يتكلم صفحة 188 بيقول إيه بيتحدث عن نفس اللقاء العشاء فبيقول كان نجيب و جمال عبد الناصر يتحدثان مع كافري السفير الأمريكي عن فكرة إصدار قانون الإصلاح الزراعي وطبعا بيتكلم أنهم بالفعل قسموا الكلام الأكثر من ذلك أن الاستعراضات الجيش أو العسكر في شوارع القاهرة بالزي والأزياء النظيفة دي دفعت فلوسها أمريكي مليون دولار أمريكي يقشف عن الواقع الضابط الأمريكي مايلز كوبلان اللي هو مدير المخابرات الأمريكية في القاهرة في عهد جمال عبد الناصر في كتابه لعبة الأمم صفحة 121 بيقول أكد جمال عبد الناصر بوضوح لجميع السفراء الأمريكيين أن نظامه نظام حكمه يعني يعتمد على الجيش لضمان بقاء إن الجيش دي هو قوة الأمن المركزي الحقيقي والجيش في مصر الحقيقي هو قوة أمن مركزي وأنه يعتبر أي جيش رات السياه مهله للمظهر جيش تفوح منه رائحة العداء والتوثب يعني يحصل منهم قلة وقد طالب عبد الناصر في أيامه الأولى بأربعين مليون دولار كمساعدة عسكرية قال له ما نعاوز الجيش أربعين مليون دولار وما لابت أن اختصرها إلى عشرين مليون دولار ثم موسي خدت أنا بوريك الدل إلى مليون أو مليونين من الدولارات لتغطي شراء أجهزة وأدوات الاستعراضات العسكرية من الزباط تمشي كده كالخواد وقربات المسدسات الجلدية وقطع براقة من مختلف الأنواع منظر نجيب 12 طائرة رفال منظر نجيب كل هذا الاستعراض تكفي لإظهار الجيش بمظهر جميل عند استعراضه في شوارع القرى بمنظر الضباط حلو وبحيث تعكسه على الضباط والجنود الشعور بالاعتزاز والفخر زي ما نشوفه المخابرات الحربية بتعمل فيديوهات على اليوتيوب وتقولك الجيش المصر والمنظر والبتاع وكل هذا دي نفس مظهر لاستعراض لهذه الأيام كان قرار عبد الناصر بإنشاء جهاز المخابرات العامة المصرية عام 1954 بهدف أسمى حماية الأمن القومي لمصر وصل تحكم الأمريكان في شؤوم مصر إلى درجة أنهم أنشأوا جهاز المخابرات العامة المصرية ألم تساهم الولايات المتحدة في تأسيس المخابرات العامة؟ الله على قدر علمي؟ لا بيقول اللواء محمد نجيب وده قائد الانقلاب وطبعا كل الناس عرفت أن المخابرات الأمريكية هي التي أنشأت المخابرات المصرية هي فرع لا في الآخر يعني فبيقول إيه؟ فكرة إنشاء جهاز المخابرات في مصر كان بأمرنا للسفير الأمريكي في أول لقاء له مع الضباط بعد الانقلاب يقول له محمد نجيب في مذكرات صفحة 312 وفي اللقاء الأول مع كافري قال السفير الأمريكي كافري إن الحكومته الحكومة الأمريكية تخشى تسلل الشعية لقصر واقترح بقى وطرر ضرورة وجود أجهزة أمن قوية اللي احنا شايفينها في مصر حاليا لحماية شعبه وعارض معاونة أجهزة المخابرات الأمريكية لها في هذا الأمر وتحولت هذه المخابرات كما توقعته إلى جهاز لتعذيب الشعب المصري ورفض وفض كرمته كما حدث بعد ذلك يقول اللقاء محمد نجيب صفحة 312 في مذكراته تدخلت المخابرات الأمريكية المركزية في رسم خطط إحماية جمال عبد النصر الأمنية وجاءت له بسيارات وأسلحة خاصة لتنفيذ هذا المخطط وبلغ الأمر أن أمريكا انفقت ثلاثة ملايين دولار على حراس الجمال عبد النصر أعطتهم له عن طريق الضابط حسن التهامي ده اللي خد الشنطة من ضابط المخابرات الأمريكي مايلز كوبلاند وأعطى الفلوس لجمال عبد الناصر لحراسته الشخصية لكن الضابط المصري حسن التهامي اللي أخذ الفلوس وأوصلها قال الكلام ده كذب أنا خدت الفلوس وأنا اللي كنت مسؤول عن برج القاهرة لم نبني به برج القاهرة برج القاهرة بني من أموال مصرية في المخابرات المصرية لكن الثلاثة مليون دولار أخذهم جمال عبد الناصر لأمنه وسلامته الشخصية ولمصروفه يصرف بها ويرش فلان وعلان وكذا يقول الضابط حسن التهامي في مذكراته اسمها عبد الناصر والسادات وسكين المخابرات الأمريكي صفحة 40 من مذكراته بيقول إن ميزانية العصب الرئيسي في البرج برج القاهرة وهو المحطة هو برج القاهرة ده برج اتصالات أصلا تم إنشاؤه بسبب إن تكون سرعة اتصالات بين مصر والخارج والصلاة الدولية يعني كانت ميزانية رسمية من الحكومة عن طريق وزارة الخارجية ووزارة المالية أيضا جمال عبد الناصر أوقف البرنامج النووي المصري بأمر من المخابرات الأمريكية يقول الضابط حسن التهامي كان ممثل مصر في هيئة الطاقة الزرية يقول في مذكراته صفحة 49 إن عبد الناصر عزل واحد اسمه صلاح حداية رئيس البرنامج النووي المصري بأمر من المخابرات الأمريكية فبقول أنا غضبت جدا وحضرت إلى القاهرة حضرته بنفسه إلى القاهرة وأنا غاضب وتنقشت مع عبد الناصر في بيت قلت له تعمل كده إزاي وفي مكتبه عن سبب ما فعله فقال لي أنا اتفقت مع أمريكا على وقف البرنامج الداري في مصر وإسرائيل ونفسته الجانب الخاص به بيقول المهم أنا قلت له ده الإسرائيليين خدعوك لأن الإسرائيليين يكمل برنامجهم فقال لي أني التزمت بما وفقت عليه مع أمريكا وكي نعرف كيف كان يأمر ضباط المخابرات الأمريكية جمال عبد الناصر نكرأ فيه مذكرات أو شهادة الضابط حسن التهام صفحة 74 وقال لك أن ضباط المخابرات الأمريكية كانوا يتضلوا أمر وقال له يا جمال أنه على فكرة كان سنه كام في التلاتينات يعني اثنين وثلاثة وثلاثين سنة أربعة وثلاثين سنة كان شاب صغير فكانوا يأمرونه حتى أن ضبط المخابرات الأمريكية مايلز كوبلان كان يبعث للرئيس عبد الناصر برسائل تبتدأ مثلا بجمال سبق أن اتفقنا على كذا وكذا يا جمال كأنه يعيد بلعب معاه وأنت لم تفعل كذا فننصحك أن تنفذ ما نقوله أوامر يابا وبقول حدث ذلك على سبيل المثال عندما اتصل به بعض قادة الجيش السوري من خارج القائم التي أعطيت له الأمريكان أعطل جمال عبد ناصر مجموعة من أسماء ضباط الجيش السوري يتعامل معه فجمال عبد ناصر اتصل بهم وضباط آخرين اتصلوا فالأمريكاء قالوا انت بتصل بالنزل مش قلناك ما اتصلش بهم الصحفي اللي بيجري حوار مع حسن التهامي لأن المذكرات عبارة عن حوار صحفي يعني سألت التهامي أن يرد مثالا كدليل والتهامي رجع هذه المذكرات ونشرت في حياته فقال ذات يوم حضرة من سوريا شخصية عسكرية لها مركزها الأدبي في سوريا وقابل جمال عبد الناصر بدون إذن منهم من المخابرات الأمريكية فنصحوا جمال عبد الناصر ولعد المقاواته المهم جاء الضابط قابل جمال عبد الناصر لما عاد الضابط إلى سوريا قتل في حادث طائرة كان يركبها وجاءت رسالة من ميلز كوبلاند ضابط المخابرات الأمريكي يذكر فيها جمال عبد الناصر بأنه قابل هذا الرجل للمرة الثانية بدون إذن وكانت النتيجة أن سقطت به الطائرة ويروي أن المخابرات الأمريكية هي التي أمرت جمال عبد الناصر وقبول الوحدة مع سوريا وأنه جمال عبد الناصر كان رفضها لكنهم أمروا حتى لا تقع سوريا تحت سيطرة الروسيا الشعية أو الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت هذا الأمر يحتاج إلى بحث منفصل سيد خرشوف ماذا كان موقف والدك من إعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة بعد هذه الأزمة حسب تعبير والدي كانت هذه الوحدة أقرب إلى تهجين الثعباني والقنفض كان يعتبرها وحدة مستحيلة كان يرى أن عبد الناصر مصاب بنوع من داء العظمة ويعتبر نفسه زعيما للأمة العربية كلها في حين أنه ليس أكثر من ديكتاتور بدائي أرجو مشاهدين أن تكون السورة قضلحت وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته